المحلل السياس والدبلوماس الإيراني السابق أمير الموسوي واللي تم منع من الظهور بأي قناة عراقية لطريقتها المستفزة وإثارتها للفتن وتحريضها المستمر على باقي المكونات العراقية البارحة ظهر بإحدى القنوات الفضائية وقال إنه ما يسمى بالمقاومة الإسلامية هي اللي حمت ودافعت عن أربيل منعرف هل الحماية اللي يحكي عنها الأمير هذا تعني الصواريخ الإيرانية اللي استهدفت لأكثر من مرة مناطق أربيل وراح ضحيتها العشرات من الناس الأبرياء لو يقصد هاونات وكاتيوشة الفصائل الولائية اللي تعوف القواعد الأمريكية الموجودة بكل محافظات العراق وتجي تطلقها على أربيل وباقي مناطق إقليم كردستان عن أي حماية يحكي البطران هذا عن الحرب العلامية الممولة والمدفوعة الثمن ضد شعب وقيادات إقليم كردستان لو عن التدخلات المستمرة بشؤون الإقليم وقراراته وإدارة سماواردة عن أي دفاع وأي حماية يحكي هذا الضيف الثقيل الدم هو بعينه يشوف ابتزاز دولته ومساومتها الرخيصة وأساليبها السوقية الموجهة ضد إقليم كردستان وشعبه وقياداته ومنش وقت المقاومة اللي يحكي عنها تفيد وتخدم المصالح العراقية والمواطن العراقي حتى هسه تفكر بحماية إقليم كردستان عيني أستاذ أمير الموسى والمقاومة من اسمها تقاوم المحتل وتحرر أراضيها من عندها وذا تحكي بالمقاومة روح أول مرة حرر الأراضي العراقية المحتلة من الشيطان الأكبر ومن إيران نفسها وحرر القدس العربية من الغزاة والصهاينة وحرر المناطق المضطهدة والمظلومة اللي أكلتوا راسنا بيها من قوى الاستكبار العالمي وبعدين رجعوا دافعوا عن إقليم كردستان ومناطقها